السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نتحدث على أفضل سبعة مواعب من أصول مغربية التي اختارت تمثيل المنتخف المغربي وقريبا سوف تكون تحت قيادة وليد الرقرقي مواعب لما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو اه دراري قبل ما نمشو الفيديو ما تنسو جديروا ابوني ولايك اكدوا على لايك الدراري بالروج ولاش فيديو الموتيفاسي باش ما مقاش نتعطل عليكم ودابا نخليكم مع الفيديو الاسير معنا اول مويبة شادي رياض عمره تسعة عشر سنة يمتلك جنسية مغربية واسبانيا يلعب في مركز قلب الدفاع مع فريق الرديف لبارشارونة وحاليا يتدرب مع الفريق الاول وشارك في مباراة واحدة رسميا مع الفريق الاول ومع اعتزال المدافع فيكي من الممكن ان يشارك شادي رياض في لائحة مباراة فريق الاول خلال ما تبقى من الموسم ورسميا اختار تمثيل منتخب المغربي على ناظره الاسباني وقريبا سوف يكون حاضر مع المنتخب المغربي تحت قيادة وليد الرقراقي حدا موفق لشادي رياض الموهبة الثانية عبدالله الريحاني عمره 18 سنة ويمتلك جنسية مغربية واسبانيا ويلعب في مركز جناح ورأس حربة وتميز مع راديف اتلاتيكو مادريد بعد تسجيل ثلاثة اهداف في دور ابطال اوروبا ثم تسعده ليتدرب مع الفريق الاول وننتظر مشاركته في مباراة رسمية مع الفريق الاول ومثل اللاعب عبدالله الريحاني منتخب شباب المغرب عدة فئات عمره واختار رسميا اللاعب للمنتخب المغرب وننتظره يتم استدعاءه للمنتخب المغربي تحت قيادة وليد الرقراقي حدر موفقا لللاعب عبدالله الريحاني الموهبة الثالثة محمد علي شوب 18 سنة يمتلك جنسية مغربية وفرنسية ويلعب في مركز جناح ايمن وايسر بعد تألقه مع فريق اونجي الفرنسي اصبح محاطن بعدة انظار العديد من الفرق الاوروبية وميناء ريال مادريد الاسباني لكنه تعاقد مع فريق ريال سويسيداك الاسباني ب12 مليون دولار وقرر تمثيل منتخب المغربي بعدما توصلت معه الجامعة المغربية وننتظر دعوة أولي المنتخب تحت قيادة وليد الرقراقي حدر موفقا لللاعب محمد علي شوب الموهبة الرابعة يونس الهلالي 19 سنة يمتلك جنسية مغربية وايطاليا ويلعب في مركز الهجوم بعد تألقه رفقة الفريق رادي في اسي ميلان تم تسعيده لفريق الاول وشارك في ثلاثة مبارايات واحدة منها ضد ليفربول سجل رقلة جزاء ناجحة وحاليا يتدرب مع الفريق الاول رسميا اختار تمثيل منتخب المغربي وننتظر دعوته الى المنتخب تحت قيادة وليد الرقراقي حدر موفقا لللاعب يونس الهلالي معنا خامس موهبة الياس حسني عمره 17 سنة يلعب مع فريق الردي في مركز رأس حربة يمتلك جنسية مغربية وفرنسية وهو عدف الفريق الردي في باري سان جيرمان ويمتلك عقد مع فريق باريس الى حتى 2026 وبعد تألقه مع فريق الردي تم استدعاءه من طرف مدرب فريق الاول وشارك في مباراتين وديتين سجل هدفين وكذلك تم استدعاءه يوم الثلاثة ليشارك في اول مباراة رسمية رفقة زاميره المغربي اشرف حاكمي الياس منذ بداية الموندير وهو يشجح المنتخب المغربي ومع كل فوز كان يحتفل بالمنتخب على حسابه في انستغرام وهذا الدليل على تعلق الشاب المغربي بالمنتخب المغربي وحسب تقارير الاتحاد المغربي لكرة القدم فان سوف يكمل مسيرته مع المنتخب المغربي ويراين على اندي ماماو الى صفوف المنتخب المغربي الاولام بتحت 23 سنة قيادة المدرب عصام الشرعي مسيرة موفقة للموهبة الياس حسني الموهبة السادسة معنا الياس اخو ماش 18 سنة يمتلك جنسية اسبانية ومغربية يلعب في مركز جناح ايمن وشارك في الموسم السابق في عدة مبارايات رسمية مع الفريق الاول بعد ابهاره لمدرب بارشلونة تشافي وفاز بجائزة افضل 50 موهبة في العالم حيث حصل على مركز 18 ومثل فئات عمري للمنتخب المغرب اقل من 16 سنة والمنتخب اسباني لفئات عمري اقل من 18 سنة وهو يحب المنتخب المغربي حسب تقاريره من الجامعة الملاكية مستقبلا سوف يمثل المنتخب المغرب ونتمنى حدا موفقا لللاعب الياس اخو ماش في مسيرته الموهبة السابعة معنا يونس الحنس يونس الحنس عمره 18 سنة يمتلك جنسية مغربية وفرنسية ويلعب في مركز قلب الدفاع ويلعب مع فريق رديف لباريسان جيرمان وبعد تألقية تم تصعده الى الفريق الاول وشارك في مبارايتين وديتين مع الفريق الاول وحاليا يتدرب مع الفريق الاول ومثل المنتخب المغرب والفرنسي لفئات اقل من 18 سنة وقرر تمتيل المنتخب المغربي حد الموفقا لللاعب يونس الحنس في مسيرته بالنسبة للدراج جزء الثاني ديالة الفيديو هذا الدراج غادي يكون فاتشين هذه الدراج خليلكم الليان ديالة في صندوق الوصف وديرولو ابوني ولايك وغادي كنتم مرز جزء الثاني وليبقي ما دارش لايك وابوني في هذا الفيديو ده يديرها الدراج ويالا تهلا وطلقاوا الفيديو جديد